عبر الأمين العام الأممي أنطونيو جوتيريش اليوم عبر عن بالقلقه إذا التوتر الحاصل في نواحي الكركرات الناتج عن خرق البوليساريو لوقف اطلاق النار وأوضح جوتيريش أن مسألة انسحاب عناصر البوليساريو من الكركرات في عفريل 2017 إضافة لانسحاب القوات المغربية من المنطقة هي مسألة رئيسية لخلق ظروف الملائمة من أجل سئناف المفاوضات برعاية أممية